أعوذ بالله من الشيطان الوجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزل على عبد الكتاب ولم يجعلنه عوجا ويمن يردر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر أجر حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم من علم ولا لأباهم كبرك لمدان تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باطع نفسك لا آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا زكا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها نلبلوهم أيهم أحسن وعملا وإنا لجعلنا ما عليها صيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أول فتية إلى الكهف فقالوا أولو ربنا آتنا من لذلك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سيسين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أملا نحن نقص عليك نباهم الحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هداد وربطنا على قلورهم إذ قموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندروا من دونه إلى أمه قد قلنا إذا إذا شططا هؤلاء قوم لاتخذوا من دونه آله لولا يأتون عليهم بسلطان مين فمن أعلم ممن افترى على الله كنبا وإذ اعتسلتم وما يعطون إلا الله فأبأوا إلى الكهف ينسر لكم ربكم من رحمة ربكم من رحمة ويهيئ لكم من عمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاو عن كهفهم ذات الجمين وإذا غربت تبردون ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهده الله فهو المغتد ومن يضلل فلفل تجد له وليا مرشدا وتحسن من يقاضا وهم مقود ونقلبهم ذات أتمين وذات الشمال وكالبهم بازت ذراعي بالوسيد لبطلعت عليهم وليت منهم فرا ولملئت منهم روبا وكذلك بعثناهم لذا ساءلوا بينهم قال طائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم لما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقتم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكاة عطمان أزكاة عطمان فليأتهم من رزق منه وليتلطف ولا يسرن بكم أحدا إنهم يغضوا عليهم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم يعلموا أن بعد الله حقا وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرا فقالوا أبنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذنا عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة طابع بأنك الكلم ويقولون خمسة سادس كلكم رجما من الغيب ويقولون سبسة وثامن كلكم والرب أعلم بعددهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولون لشيش إن إني فاع عن ذلك ودا إلا أن يشاشى الله واذكر ربك إذا نسيت وألعسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبتوا في كنبهم ثلاثة مئة سنين وازدادوا تسعة ولله أعلم بما لبتوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمي أحدا واتروا ما موحي إليك من كتاب ربك لا مهد لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم دريد زينة الحياة الدنيا ولا تدع من أوفنها قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أنه فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليرغم ومن شاء فليكر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سراد قوات وإن يستغيطوا يغوثوا بماء كالمغل يشمل وجوجوه مئس الشراب وسهد مرتفطا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نذيع إنا لا نذيع إنا لا نذيع وجر من أحسن عملا أولئك جنات عدم تجري من تحتهم والأنهاء يحنون فيها من أسامر فيها من أسامر من دعبهم ويلبسون ثيابا خضرا من سلسل سيوس وإستبرقهم متكين وإستبرقهم متكين وإستبرقهم متكين فيها على الأرائك نعمة ثباب وحسنة مردفطا وضربناهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهم جنتين من أعناب وحففناهم وحففناهم بنقل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت قفلها ولم تظلم منه شيئا وفجعنا خلاف لهما نعنا وكان له ثمى فقال لصاحبي وهو يحفره أنا أكثر منك مالا وعظ نفا ودخل جنتا وهو ظالم لنفسه قال ما أعظن وأعتبي دهاري أبدا وما أعظن الساعة قاطمتا ولئن هددت إلى ربي ولئن هددت إلى ربي لأجدنا خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحافظه أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك ردلا لكنه الله ربي ولا نأشرك من ربي أحدا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاشا الله لا قفة إلا بالله إلا تغني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى وفي أن يؤتيني خيرا من الجنتك ويرسل عليها حسبان من السماء حسبان من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ما هو غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمري فأصبح يقلب كبين على الماء أنفغ فيها وهي خابية على أولوشها وهي خابية على أولوشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة إن يرسلوا نوم من دون الله وما كان منتصرا منالك الولاية لدله الحق هو خير ثبابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختل طليل ما بالأرض فصبح هشيب تذروا الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثبابا وخير أملا ويوم نسي إبالة متر الأرض بارزة وحشرناهم فلم نوادر منهم أحدا وغردوا على ربك صفا لقد جئتناك ما تقلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووديع الكتاب فضر الرجلين مشبثين من ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إنها أحصادا ووجدوا ما عاملوا حاضرا ولا يغلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إنها إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه ودرديته أولياء أمينوني وأمونكم عدوا بإحسل الظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم تخذ المضلين عددا ويوم يقولنا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبطات ورأى الأجرمون النار فظنوا أنهم مباقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان وأكثر شيء جدلا وما منعنا عن ناس أن يؤمنوا إذ جاء أهم الهدى ويستغفروا ربهم من الله تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نعسل الرسلين إلا مبشرين ومعذرين ويجادع الذين كفروا بالباتل ليدحدوا بالحق ما اتخذوا آياتي وما معذروا غزبا ومن أغلقهم مما ذكر بآيات ربه فعرض عنها ونسي ما قدمت يده إنا جعلنا على قلوبهم أكنتنا أن يفطفوا وفي آذانهم وقرأت وإن تذتهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغصوص الرحمة لو يأخذهم بما كسبوا لعجلهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا لن يجدوا من دونه موهلان وتلك القرى أهلكنا لما ظلموا واجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال مرساني فتاح لا أبرح حتى أبلغ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حقبا فلما بلغ مجمع بينه ما نسي سيئه توما فاتخذ سبيله في البحر صعبا فلما جاب ساقار لفتاه آتنا وطاهنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصفرة فإني نسيت الفرود وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك باكنا نبغ فارتد على الآثاري ما قصصا فوجد عددا من عبادنا أتينا ورحوتا من عندنا وعلناه من لدنا علما قال له له سأل أتبعك على أن تعلمني من مما علم ترسدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما نمتحط فيه خبران قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمران قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكران فانطلقا حتى إذا ركبا في السبيلة قرقها ولا قرقتها لتغرقانها لقد تشيئا جمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تعاقلني بما نسيت ولا ترهقني من أمني أسرا فانطلقا حتى إذا نقيا غلاما فقتلوا قال أقتلت نفسا سكية بغير نفس لقد اتشيئا جمرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعد هذا فلا تساحبني قد بل ودم لذني عذرا فانطلقا حتى إذا أدنا يا أهل غريد استطعما أهلها أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدالا يريد أن يلقى فقامت قال نوشئت لاتخذت علي أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنقبئك بتأمين ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرد أن أعيبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فقسينا أن يرئي قوما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلون ربهما خلقا منه زكزة وأقرب رحمهما وأما الندار فكان لغلامين يديمين في البدينة وكان تحته كان زلوما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغوا فاش الزوما ويستخرجك الزوما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأمين ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عدد القرنين ملسات عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وأتيناه بكل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا إبلغ مغرب الشمس وجدل تغطو في عين الحمية ووجد عدد قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما تتخذ فيهم غسنة وأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرى وأما من آمن وعمل صالحا فلو جزاء نسنى وسنقول لو لو من أمرنا يسرى ثم أتبع سببا حتى إذا إبلغ نطلع الشمس وجدها تتنع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستران كذلك لك وقد أحطنا بما لديه قبران ثم أتبع سببا حتى إذا أبلغ بين السدين وجد لهم من دونه ما قوما يكادون يفطون قولا مالوا يا ذا القرنين إن يا جوج ومأجوج وفسدون في الأرض فأن نجعل لك خرجا على أن تجعل على أن تجعل بيننا وبينهم سنسا ما لما مكنني في ربي خيرا فاعينوني بقبة أجعل بينهم وبينهم عدما آتوني زبر الحديد حتى إذا سأسى بين الشلفين قال حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ علي قطا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا لول نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعلوا ندكا وكان بعد ربي حقا وطرقنا بعضهم يومين يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومين للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سنسا أفعسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعددنا جهدهم للكافرين نزلا ولهنبئكم بالأقصرين عمالا الذين ظل سعيوا في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ونقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي غزوا إن الذين عمروا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردرس نزلا خالدين فيها لا يبعون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بسر مثلكم يوحى إلي إنما إله إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو لقاء ربي بل يعمل عملا صالحا ولا يسلك بعبادة ربي أهلا ترجمة نانسي قنقر